موسيقى موسيقى جاهز ان شاء الله ابدأ هذا الهايك الهايك تقريبا اربع ساعات درب واحد فاليوم شكلي بتم طول الليل في الوركان موسيقى يبدأ المكان يحره شوية واي الشي صعدات حادة جميل يعني تحس ان المكان صعب توصل لهم موسيقى 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 من الله فجأة راح الخضار موسيقى 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 كان اخطر شينا نحنا قلنا نمشي على طراف هايلة هذا هو البركان اللي انفجر سنا لطافة إلينا الحين احا لا إله إلا الله لا إله إلا الله شو هذا الإلكام شو هذا الإلكام من طبيعي يا جماعة لأن أحس فيه جميل من طبيعي يعني يمي الضخ من الأرض فجأة تضرب هزة أرضية قوية وبعدها يطير البركان لين هناك وهي يقوب ينتبه الغازات السامة هي اللي لونها أزرق أخطر شي خلاص الغازات السامة قامت تزيد وتزيد فخلاص لازم نبتعد لأن بكل بكل راحة عادي حد يطيح فجأي ويموت حون الجبل البركاني هذا هذا أصلاً ما كان موجود لين ما انفجر البركان يعني شوفوا سبحان الله هذا الثاني بدأ يتشكل ويكبر يكبر الحين شوي شوي يكبر عادي سبحان الله مع مرور يعني إذا مرت شهور عادي يوصل يعني حجم هالي بل يعني لأنه وايد وايد يعني الحركة فيه قوية يعني يتم يحفر تحت ماذا أطلع يعني المنظر كل مرة يستوي أحلى يوم يستوي الليل يشوف تفاصيل البركان أكثر تفاصيل النهر البركاني اللي يستوي شلال استوى من البركان لا إله إلا الله والله والله يا رحلة رحلة في الصبح باقي سبع ساعات الهايك لين أرجع ساعتين ونص شكلي مواصل لين الطيارة وبعد باتشف دوان والله يا جماعة توق كنت أتكلم عن هاششي العصر أحينا بعد ثمان ساعات ونص شوفوا المكان كيف تتشكل هذا هو الكريتا يتم يعني تم الحصاد تيمع 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 من تحت الأرض وتستوي دويرة وتسكر وهي طريقة تستوي دبال البركاني روح من هالمكان وأتوقع يوم بوصل بتكون ضيارتي على طول يعني بوصل وفندو خطي ونص ساعة ونص بيكون بياض أمارة ما بغيت أطوع مول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر